طيب الاحين نشوف كم عندنا من حلو 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 وش الكمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معكم عبدالله اليوم معنا حلقة ثانية من لعبة هيدرونير او التنقيب عن الموارد الثمينة طبعا الحلقة او بداية السلسلة صراحة لها اداء قوي عليها مشاهدات وفيه لايكات وتعليقاتكم برضو ما شاء الله تبارك الله اللي ما يمديني اقراءه عشان ما يطول مقطع المهم يلا نبدأ اللعبة بدون كثير كلام بس لا تنسى اللايك والاشتراك اذا ما تابعت الحلقة الاولى تابع الحلقة الاولى وارجعنا وبإذن الله الحلقة الثانية ما راح تطول على حسب لايكاتكم وتعليقاتكم يلا نبدأ الحلقة اللي فات يا شباب طلعنا السبايك هذي سبيكة حديد وسبيكة ذهب بس الاسهب انا ما ادري كم وزنهن ولا اعرف كم وزن لحد ما اشتري ميزان بس الميزان غالي هالحين انا فلوسي المشكلة ما تطلع فلوسك لين تروح تاخذهم با تلقان عند التاجر فلوس بسطر كذا شين عملات وطبعا التعليقات الله يعطيكم العافية بعض التوجيهات صراحة اعطتهم فكرة مبتازة اني اشتري الانبيب واوصل للماء يعني بدأ ما اصب ماء اروح للنار واصب ماء لا افضل شي اني يخلي الماء يصب دائم وانا نضب الذي ست Penguin انت جاثه انت جاثẻ انت جاثير هذين بان كولانك اقفل انت جاثر انت جاثر انت هلPro انتبخي انتبخي اغن هذا انتبخي انتبخي باقي هذي. هذي ما سويتها شيخ من وين. انا عندي الاهلة وين رحت بأي هذي هذي. حلو. اه نخلين عند السراج. طيب. الحين بنشتغل. نبي نغير شكل الشغل شوي. نبي نجيب هذي هنا. ونعبي اه ونعبيه ماء. نبي نمددها وحنا يعني جاوسين نشتغل. طيب. خلون اروح اشتري. خلوني ااخذ هذي معي. هذي نشيل علي الغراض. طيب هنا التاجر وانا كم عندي. كم عندي مية وستة. حلو. وش نحتاج هذي عشان تستخرج لنا الماء من النار. هذي نفس المضخن. طيب. وش غيره هذي. اه? اه? لحظة. ايوك. طح طح طح. طيب. هذي ليه ما تثبت. حلو. خلو. خلو كده. طيب. وش نحتاج غير هذي. هذي عشان قفل الماء ما بغينا. ونحتاج برضو. آآآ يمكن نحتاج زاوية. كم سعار. ما هو من مادل كم وصلت من هذا سعار. بس خلوني نشوف نركبهم ببداية. هذي اهم ملغني ما هو هذي. شكر على تعاملك. طيب. اه. مية وثمانة سنتين ليه؟ المترجم للقناة نحن سوف أحسابي عند التاجر ونشتغل صح نشتغل على مشروعنا هذا صح طيب انشلتها معدات كاملة الحين والحين اول شي بسوي اني امدد الماء حلو اول شي نحط هذي كذا وانت لا كذا شون شون غيرت جاه هيوة طيب كذا لا ما اشتغلت ايو حلو حلو بديت اشتغل طيب نحتاج برضو هذي لا نحتاج نرفع شوي نرفع شوي نحط هذي كذا شون اه ار ايوة ايو شون خليت جاه فوق ايو تي تي خليت جاه فوق حلو الحين احتاج زاوية ثانية لأسف ايش الحل الحني اجمع اكثر اجمع اكثر ذهب عشان نكمل الشغلة كامل يلا بجمع ذهب وارجع لكم لأسف يا شباب هذي قدرت اجمعكم قطع الذهب وصهرتهم مع بعض وحديد اثنين بس الذهب اكثر احصل صراحة لاني تعمقت بلرد وفعلا هذي نصيحة احد اه الشباب اللي بات تعليقات قال كلما تعمقت اكثر تحصل اشيه ثمينة اه للاسف هابا اضطر اني ابيع الاحجار كله معا لاني بعدين خلاص ان شاء الله اذا كثبت الفلوس راح اشتري اه اه اغراض افضل واجمع اكثر الحين ابي ابيعهم بس عشان امدد الما عشان ااخذ فلوس اه تكفي اني امدد الما هل يجب ان انظر انا امدد الما هل يجب ان انظر انا امدد الما خلونا ناخد هذه نجمعه معه شلون كده أيوه كم عندي الحين 179 حلو طيب هذه مصورة حطيتها من قبل بس ما عمداني اشتريه ناخد ثنتين وناخد زاوية وين زواية 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 أيوه هذه الزاوية حلو للأسف ما جبتها عربة 69 دولار بس يمديني اشي لين بهذه يمدي لا للأسف ما يمديني طيب خلونا نودي هذي بجيب العربة وارجع لا اشتري اني مهمة لا اشتري اني مهمة في هذي فرز هذي فرز هذي تفرز المواد وهذا هذي 86 يمديني اشتريه صراحة بس 86 مع المطرقة يلازم مطرقة 105 لا لا ما يمديني ما يمديني اذا اشتريتها بدون المطرقة ما راح استفيد شيء وين السطل ايه السطل كان معي وديته طيب فالحين نبي نروح لنفس المكان ونكمل شغلنا ان شاء الله المرة هذي راح نشتغل افضل لاني اول اجمع تراب وارجع عب السطل هذا وارجع اشيله ذا مرة وحطه بالمع عشان تعبه ما بساء على الحين بنسهل الوضع اكثر طيب هذي اول شي كذا وبعدين نحط المصورة فوق بس عشان عشان يمدينينا نحط السطل طيب كذا حلو الزاوية الثانية هذي او الكوع طيب شون ايه كذا كذا تمام طيب هرحين عندي احتاج مصورتين لا مصورة واحدة مصورة واحدة حلو طيب هنو نحط هذا كذا حلو خلاص حلو سكرناه ها الى كذا طيب خلونا نحط هذا نجاهز نخلي جاهز هنا ايوه تمام الحين نقدر نشتغل صح اوش نجيب هذا هنا منعب فيه فل حلو ثلاثة كراكاتي فل طيب كذا حلو 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 في شي غريب هنا خام حجر النواد ما عدلوش بس اعتقد انه منال الحجر ثمين والنادر خلو هنا عادي ندينا نحط عليه تراب عادي وننظف ونحط ثاني مرة وننقب عادي ما راح يضيء طيب نعب ثاني مرة كم كراكاتي ثلاثة ولا أربع طيب نحط ثاني مرة هنا حلو حلو كان ما حصل نشي ولا نجرب نجرب المرة ثانية نجرب نجرب مرة حلو نجرب المرة هذي لا يطلع معادن بس خلو نتأكد خلو نكبه برة ونشوف نتأكد منه لا فيه فيه معادم فيه معادم لا كعني ما حصل شي خلو متأكد مرة هذي طيب شون آآ يلا هالحين وين سطل الصغير أيوه هذي هو أربع 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 أنا للأسف أخطي في ثلاثة لا أربع أربع كريكات يحتاج طيب هالحين نكبه ونشوف متأكد تعالي هنا حديدة واحدة بس ليه معنا نتعمقنا راح نبعيد دخلونا نتعمق أكثر ونشوف نين ثلاث أربع حلو تمام لو نأخذ خامس ما فيه طيب نشوف المرة هذي نشوف المرة هذي تمنى طبعا شي حلو حلو ذهبوا حديد ذهبوا حديد حلو تمام طيب أبجرب طريقة ثانية بتجرب أني أخذ هذا كده راح تدين صخرة واحدة حلو طيب ناخذ ثاني واحد اثنين ثلاث أربع هل فيه عبي ولا أي لا يعبي تمام حلو طيب نجرب لو نحطها على بعض صارت واحدة قطعة كبيرة طيب لو نحط عليه مرة ثالثة تكبر أكثر ولا لا واحد اثنين ثلاث أربع أربع حلو أربع بس لا واحدة خلاص لازم ثنتين خلاص آخر شي طيب خلو ناخذ هذي نحطه هنا ونشوف الشيطلع عنا منا الكمية هذي ها والله كانو ما طلع شي في الزيادة ما طلع شي ليه آآ خلو نشوف هذي 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 واحدة هذي سطر واحد آآ برضو ذهب ألا طلع ذهب حلو طيب نشوف الكمية اللي عندنا حلو عندنا الكمية لا باس لا باس لا سنسوني معنا آآ أشيي النادر اللي طلع اللي أحمر هذا الحجر حلو الحوين راح اكريك ايجا هنا طايح هنا سطل سطل اطفل لان اذا حطيت سطلين احسني ما اسكيت شيء حلو حلو شطلع اه مجوهرات احجار احجار طيب اه نكمل عليه و باجمع اكبر كمية احجار و اخليها هنا جاهزة و نحطها على حبة حبة حلو يا شباب هالحين جمعت كمية يعني ما هي اللي كافية ان شاء الله يعني كم واحدة واحدة ست سبع ثمان ثمان ان شاء الله نطلع منه يمكن اكثر من الموجود عندي بالوقت الحالي طيب خلو ناخذ المكنسة هذا ايه هذا الكريستال هذا ما استفيد منه الا اذا جبت المعدات جبت المعدات كانو يعني شغل ما فهمت والله مية بالمية ما فهم طريقته مية بالمية بس كذا يقولون قطعة كريستال الغامض تستخدم تشغيل الالات مع ان الالات تشتغل على الماء انا اللي الاحظ اول انا لعبت بالتحديث القديم تشتغل على الماء وهذا موجود الكريستال بس عاد ما عرفت فايدته بالضبط ممكن بالتحديث هذا الخير نستفيد منه اكثر ولا نشوف وش اللي طلعنا طيب كم بقي قطعة هنا انا حلو الحين على الفرز بين الحديد والذهب والمعاذن الثاني انا احس اني طلعت كميات كبيرة حلو هذه الخيرة نشوف كم عندنا كم طلعنا بس قبل الماء تضيع الماء ما نبي نضيع الماء يا شباب طيب الاحين نشوف كم عندنا من حلو 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 وش الكمية كمية الذهب كمية الحديد طيب هنا هنا وين فيه في شي هرب هنا لا ما في شي حلو بس هذا نبي نخلي الحال اول شي بنصر الحديد نبي نصر الحديد كامل حلو الاحين عنده 11 قطعة حديد طيب الاحين نبي نصرها نعطل كده او لازم نزل هذا بره لازم نزل هذا خير فيه طحن بره وي ونتوحق طيب المشكلة افضل حق السطر ما يبين اذا بغيت ترمي الاشياء مثلا بالضراء طيب الاحين لازم انام عشان ترجع الهضاءة صح حلو جاء الليل خلوني انام لا نوم نوم حلو النوم يرا نقوم الاحين الصبح والله ظلام الحد لا بداية الشروق حلو بداية الشروق طيب الاحين نرجع نرجع مع الذهب حلو الاحين عندنا تسع قطع ذهبية حلو الاحين بنصره ونشيل حديد نوخل شوي حلو حلو الاحين هذا كريستال ما يباع نخليه هنا طيب الشيل الذهب حلو حلو تمام مالحين نبيع كل الدنيا الاحين وين قطعة الحديد انا وين اديتها لا يكون ضيعتها فيه سبيكة وين راحة بالاسف يا شباب ما ادل وين ضيعت قطعة الحديد ضيعت صراحه وكم عدد 13 حسافة التعب اللي تعبناه العوض والقطعه ان شاء الله نرجع نحاول نعوضه يلا راح نشيل كل الدنيا هذي وهذا ما عدل كم قيمت بضبط سراح نحطه الحالي ذي الجين التاجر حلو يلا الحين ها هذي 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 قطعة الحديد حلو حلو في قطعة حديد هنا ما صهرتها معه بس عادي مديني اجيبا كذا احطه السبيكة واحط القطعة هذي حطنا عادي نصره من جديد ما في اي مشكلة طيب نرجع هنا حلو طيب الحين عندي هذي برضو قبيعة وهذا ما يباع الكريستال طيب نشيل حديدة ونشوف كم يجيب لنا مبلغ الدنيا هذي انا اعتقد اغلى شيء المادة الحمرة هذي لانه نادر يعني ما حصوته وحده وما العمق ما له علاقة يمكن عمق الارضة لانه تعمقت اكثر ما حصوته بالبداعي طيب نشوفه الحين اوه شيء بنحط القطعة الحمرة اوه شيء اوه حجر اوه حجر هنا عندي مية حلو وكم عندي هنا عندي أربعمل وسبعين كامل مبلغ طيب اوه شيء اوه شيء اوه 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 شكرا